عارفة أن أول حاجة جات في بالك هي الفلوس زمانك بتسألي نفسك دلوقتي يا ترى مسكة جاية ترجعهم لي تاني ولا إيه والله يا مسكة حبابتي بالأمانة بالأمانة أنا وقتها شكت فيك وأي حد ما كاني كان هيفكر كده برضو بس لما عرفت بقى إن مش أنت اللي عملتي كده وإن اللي حصل ده حصل من وراكي قلت أه هيا دي مسكة بانت تهاني اللي عرفه طب قولي إلي بقى كانت تسوي إيه إيه اللي كانت تسوي الفلوس كانت تسوي أنك تخسري بيتك وجوزك لا يا حبيبتي أنا السؤال ده جاوبك عليه لو كنت الحي تتقنى بالفلوس أصلا معقول يا خلتو معقول مش قادرت تتخيل إنها كانت كده كده هتطير يعني حتى لو كنت شتريتي الدنيا كلها كنت هتبقى راضي وانت بعيدة عن أنك الفؤاد أنا مش هجزب عليك يوعمل فيها مسالي بس عايزة صراحة مش هعرف أنا بقى عارفة الإجابة وعشان كده جد لك دلوقتي لأ مش فهمت يعني أنا مش جاية حطك تاني قدام اختياراتي خلتو أنا من غير ما استأذنك هاخد لك القرار الصح إحنا ننسى العرض والشرط ونهد الدور كله ونبدأ منهوله كتير لا والله ده بقى اللي انت هزتولك وجاية تقولي هوي أوه أحيانا الحراية بتبقى غلط مع ناس معينة بيستخدموها عشان يهدوا بيها حياتهم وحياة اللي حواليه تزعلش مني سوى ده الحصر تشكرها قدر خيرك خليش شكر الوقت إيه دقي بس معي إن الكلام ده يقنع عنك الفؤاد نعم يقنعه بإيه إن شاء الله هيكون بإيه يعني إنه ينسى اللي حصل ويسمحني ويسمحك بسمتك محشكيش إيه بنت الكلام ده أنا راجع له دلوقتي ومش لوحدي على فكرة يعني امشي لوحدك مش قلتلك مش هزيبك تفكري لنفسك تاني امشي بس وراي المرادي ومش هتندم اسمعي مني اشترك دلوقتي وتفرج على كل اللي نفسك فيه واتشت ما تخليش حاجة تفوتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر